بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام على الأخوة الحاضرين معك سمعت الشيخ أنت تقول أن هناك كثير من الروايات في صحيح بخاري ومسلم منسوبة إلى عائشة وفيها ذم للرسول وذم لأخلاقه ومخالفة صريحة لأخلاق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن السؤال هو يمكن أن تكون هذه الروايات مدسوسة ومنسوبة إلى عائشة يعني لم تقولها عائشة لكن بني أمية وأعداء الرسول نسبوها إليه هذا السؤال والسؤال الثاني ولو هو خارج الموضوع ورجو المعذر على طرحه يقال والكثير الكثير يقول أن سماحة الشيخ يعمل لأجندات بريطانية وأمريكية كيف تثبت لنا وللمشاهدين ولهم أنك لا تعمل إلى هذه الأجندات ولا تهدف إلى نشر الفتنة بين المسلمين وشكراً شكراً جزيلاً يا أخا نحياكم الله تفضل الشيخ وعليكم والسلام ورحمة الله وبركاته يعني الآن شوية عدل يعني أحسن من مخابرات السعودية شوية يعني إنجليزية أمريكية شوية بيها مجال يعني زين ما علينا من هذا الآن نحن نجي على السؤال أول هم شيء الأمور العلمية أما هالافتراءات والاتهامات وهالبواطيل هذه ما رح نخلص منها مع الأسف وحسبنا الله ونعم الوكيل يعني أنا أتذكر لعله من نفخ في هذه الفكرة وحاول ترويجها كان البالون الأعظم حسب الظاهر يعني قبل بضع سنوات لعله كان يزعم أنه هذه الأمور التي تحدث بها عائشة وتسيء بها إلى طهر وقداسة نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله هذا يعني موضوع على عائشة وهذا من الخط الأموي كان يقول هذا من الخط الأموي هكذا وأتذكر في تلك الفترة طبعا كان البالون يعني في أوجي أوجي بالونيته إنجاز التعبير بعدين شوية شوية فشوه فلذلك كانت يعني كثير من من أبناء الطائفة كانوا منخدعين ومغترين به قبل أن يقول المراجع العظام كلمتهم فيه أنه ضال مضل ومنحرف وليتهم قالوها يوم كنا نحذر منه وكنا نحن الصوت الوحيد في هذا الشيء على يتيحال فهو لما طرح هذا الأمر يقول هذا الكلام يسوي أيوة شنو بعد الطيور على أشكالها تقع والبالونات تجتمع بعضها مع بعض الطبيعي إن هؤلاء لا علم لهم شوفوا إخواني إحنا لما نصفهم بالون ترى موت جنيا الله شاهد بالفعل بالون يعني هو شكله متعاظم أنه كأنه عالم فاهم كذا أما من الداخل شنو؟ هواء فراغ كوبي بيست سمعت أخيرا أن هناك كتابا الآن صدر من أحد الإخوة يعدد فيه هذه السرقات وهذه الاقتباسات اللي وقع فيها كمال حيدري وكيف أنه كان يسرق من كتب أخرى وينسبها لنفسه يعني هذه مثل ما نقلنا كوبي بيست قص لصق هذا اللي عنده هو ما عنده شيطر إطلاقا هذه النماذج هكذا هو يقرأ لكتاب الغبي ويتصور أنه بطريقة ما يستطيع أنه يعيد تكرار ما طرح في هذا الكتاب سواء لفظيا أو كتابة مع شيء بسيط من التغيير وينسب هذا الأمر لنفسه فلذلك تلاقي مخلط يصير مخلط وهو من الداخل فارغ ما عنده شيء هواء في هواء والمصيبة أن الهواء هواء البالون هواء فاسد هواء خروج الريح يعني مثلا عرفتش تون مدفوخ البالون من هذا حتى مو هواء نقي مثلا حتى واحد أغاز الميثان فبالفعل بالون ليش لما لما واحد هكذا يتكلم بلا علم يقول الروايات هذه التي مروية عن عائشة تسيئ للنبي صلى الله عليه وآله هذه من الخط الأموي نقول لها تعالي يا با أنت أنت تفهم لو شنو أنت صخل شنو من الذي روا عن عائشة أي خط كان الخط الزبيري الذي هو على نقيض الخط الأموي وبينهما صراع الزبيريين والأمويين بينهما حرب عبد الملك بن مروان قاتل عبد الله بن الزبير هذا معلن خلافة وهذا معلن خلافة عائشة خالت الزبيريين خالتهم خالت عبد الله بن الزبير وخالت عروة بن الزبير وهؤلاء هم الرواة عنها الذين رووا هذه الأمور حشام عن عروة عن عائشة الروايات التي تسيئ لنبينا صلى الله عليه وآله من ذلك الطريق إيشلون تروح تقول بني أمية وهم الذين كذبوا على عائشة أنت ما عندك حتى خريطة أو إيشلون نقول بيبلوغرافيا الحديث عن عائشة ما عارفة أنت أنه الطرق هذه اللي تنتهي إلى عائشة ما هي هذه الطرق لازم تدرسها تفهم الأمويين لا دخل لهم لست أقول أمويين ما كذبوا يكذبون كانوا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وآله ولكن هذه الروايات التي هي عن عائشة بالفعل عن عائشة عائشة هي التي كذبت لا سواها مو أنه كذب عليها من قبل الأمويين لأن من يروي عن عائشة الخط المناوأ أصلاً للأمويين والخط اللصيق بعائشة أبناء أخت عائشة اقرأ الحديث افهم اقرأ الأسناد لاحظ تدبر وثم القول الفصل يفترض أن يكون قول من الأئمة الأطهار عليه وسلم أنت إذا تقول شيعي أنت يا البالون وأمثالك وعلى رأسكم عمامة شيعية المفروض تحتج بقول من قول الأئمة الأطهار عليه وسلم إلى أئمة الأطهار قالوا عائشة هي التي كانت تكذب على رسول الله الإمام الصادق عليه السلام يقول ثلاثة كانوا يكذبون على رسول الله يعني أكبر ثلاثة كذابين منهم أنس بن مالك وأبو هريرة وعائش هذه أحاديثنا فإذا خلص هنا ينقطع الجدل بعد بعد من حاول نبرأ ساحة عائشة ونلمع صورة عائشة ونقول والله فقيرة ومسكينة راحوا كذبوا عليها بني أمية يا أيها السفهاء كل هذه الحمية ما أخذتكم على عائشة مرضعتكم عائشة شمس ويتكم ما أدر بيبيتة بعد أي مسخرة شنو حبوبتي الله حشرك الله ما حبوبتك إن شاء الله إلى جهنم وبئس المصير إن شاء الله في قعر جهنم معاها يعلقوك الله أكبر هؤلاء والله يعني أنذال أنذال خونت التشيع هؤلاء إلى إما صرفوا دماءهم سفكت دماءهم حتى يوصلون إلى حقيقة عائشة وإنها كذابة ملعونة شوهت سمعة النبي صلى الله عليه وآله وأساءت إليه هم قالوا قالوا هاي كذبت على جدنة ويأتي هؤلاء الخونة الأنذال بإسم أهل البيت وبإسم التشيع الطاهر يقولون للناس لا عائشة مسكينة كذب عليها ويحاولون تبرئتها مما صنعت هذا تدري شنو هذا مثل جريمة واحد يأتي يحاول أن يبرئ حرملة مثلا يقول لا مكذوب عليه ما رمى ابن الحسين بسهم مثل واحد يأتي يبرئ يزيد أصلا هو ليش ماكو جدل عند المخالفين في تبرئة يزيد ويقولون أنه يزيد كان يعني ما كان راضيا بقتل الحسين عليه السلام ولا أمر به بل تصرف شخصي من ابن زياد ويزيد بكى بعدئذين وهذا كل يعني مكذوب على يزيد من يقبلها من يقبل هذا الكلام أنه واحد يأتي يبرئ هؤلاء الظلم الأنجاس والله لو كان المخالفون مصرين على تقديس يزيد مثل ما هم مصرين على تقديس عائشة وأبي بكر وعمر مئة بالمئة كنت لاجي هذا البالون وأمثاله يتردون عن يزيد اليوم ويحاولون تبرئة ساحته أيضا لأنه مقاييسهم شنو شوفوا ما هي دواعيهم في تبرئة فلان أو إدانة فلان يشوفون الجمهور عاوز إيه عاوز كده شوف مخالفين عاوزين إيه شنو يردون المخالفين يردون عمار يابا نبرئ لكم عمر وإن كان أظلم الظلمة أفسق الفسقة المخالفين يبرؤون أبا بكر نبرئ لكم إياه يبرؤون عائشة نبرئ لكم عائشة بس المخالفين ما هل قد مصرين على تبرئة مثلا معاوية ويزيد فيعني يحجون عليهم يقولوا ماكو مشكلة وحتى مع هذا شوية معاوية هم برؤوا شوية خامنة يقول عليه لعنة الله هو خامنة يقول أنا لما كنت رئيس الجمهورية وخميني كان هو القائد الأعلى القائد الضرورة كان خميني يقول أحيانا يفلت من لسانه في خطاباته يحجي على معاوية ويقول هذا منافق هذا مثلا كذا يقول أنا رح تنبهته قلت له يا حضرة الإمام ترى إخواننا أهل السنة ما يقبلون معاوية هم يعتبروا من رموزهم يقول زين جزاك الله خير أنا بهتني بعد ما أعود إليه ويقول بالفعل الإمام لم يعد إليها ثانية هذا نفسه خامنة يذكر حتى معاوية حتى معاوية لمعوا صورته وغطوا عليه وداهنوا فيه هذه مداهنة شوفوا هذا شرعا شي سموه مداهنة يعني يداهن طائفة من الناس مغترة بمعاوية تحب معاوية يداهنها فيطمطم على معاوية يغطي عنا جرائمه بعد ما لا يتطرق له بسوء لا يذكره بسوء صدقوني لو كان أهل الخلاف متشبثين بمعاوية ويزيد كتشبثهم بأبي بكر وعمر كنت تجد هؤلاء نفسهم المعممين يدافعون اليوم عن معاوية ويزيد ويقولون لا كذبوا عليهم ترى كذبوا عليهم مساكين هذه مشكلة نوياهم هؤلاء الخونة عجل الله بزوالهم إن شاء الله لأنهم يجرحون قلب الحجة ابن الحسن والله بالله يا أخي التشيع هو موقف ليش تلعبون مواقف التشيع ما مسموح لكم هذا الشيء اخلع العمام الشيعي روح صير هذا شنو اسمه حسين المؤيد صير مثل هذا روح البستر خلي لك شماغ ما أدري شنو صير مثلهم صلي مثلهم روح روح ذلك وفلوسهم ينطوك ترى فلوسهم ينطوك ووصلوك إلى أعلى المستويات أحسن شي يصير عندك أما باسم التشيع ليش تتكلم التشيع موقف هذا هو التشيع هذا هو التشيع الرفض نرفض الشر وأهل الشر الباطل أهل الباطل طغيان أهل الطغيان نرفض هؤلاء ولذلك رفضنا أبا بكر رفضنا عمر رفضنا عائشة رفضنا كل من تلاعب بدين الله وطغى وتجبر وظلم أو نافق وأفسد هذا هو التشيع هذه مفخرتنا بهذا نفتخر به فأن تأتوا أنتم وتتلاعبوا بهذا التشيع ومواقفه هذه خيانة عظمى ولن نمررها لكم والله بالله